السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهم تابعيني الحلوين ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وحشتون كتير من الفيديو اللي فات عندنا أردر حلوة قوي تابعوا معايا الفيديو الاخر متنسونيش بلايك واشتركوا القناة ويلا نصلي على رسولنا الكريم ونقول اللهم صلي وسلم وبرك عليك يا حبيبي يا رسول الله بصوا بقى الأردر النهار ده مختلف ان شاء الله يعجبكم وفي نفس الوقت كمان عملت منه غدا للولاد وبصوا يعني ان شاء الله يعجبكم ده لاخواتنا في فلسطين رب نيرب ينصرهم ويزيح الغمة وينصرهم نصر نتعجب له أهل الأرض وأهل السمين تعالوا بقى نشوف شغلنا كله النهار ده في العجين تعالوا نشوف حطيت ايه حطيت كيلو من الدقيق عليه كيس كامير من الخميرة وحطيت نص معلقة من البكنج بودر ومعلقتين من السكر ونص معلقة من الملح تمام؟ تعالوا قلكم المأذير تاني براح كيلو دقيق عليه كيس خميرة طبعا مع الخميرة معلقتين سكر علشان ينشطوا الخميرة وحطيت نص معلقة صغيرة من الملح ونص معلقة من البكنج بودر تمام؟ وحابدأ بقى أجيب الزعتر دوت أساس الوصفة لازم نحط زعتر اللي هو المحوق دوت عايز أقول لكم ده تحفة في العجينة عامة في عجينة البيتزا أو عجينة أي عجينة كده ممكن تعمليها بالزعتر بتبقى خطيرة بعد حطيت معلقة كبيرة من الزعتر وبعد كده حنبدأ نعجم بمية العجينة بتاعتنا ولا فيها زبادي ولا فيها حليب بودر ولا لبن بودر ولا فيها أي حاجة ولا بيد ولا أي حاجة هي دقيق ومية وخميرة والبيكنج بودر دي عشان تبقى هيشة معيك أو هش أما الزعتر علشان تديكي تعمل إيه البيت زي يعني إيه الإيطالي زي ما بنقول عليه تعالوا بقى نشوف هنعجم بالمية زي طبعا معي مية من الكتل تبقى دافية أهم حيجة المية متبقاش سخنة عشان ما تبوزت معاكل خميرة تبقى فترة كده زي دمعة العين حب دقى بقى حط المية بالتدريق وخدي بالك بقى من المية أنا مش عايزة العجينة ولا بتلزق ولا عايزها تبقى طرية قوي أنا عايزة العجينة لحد المية متماسكة علشان وانا بفردها ما تاخدش معي ولا زيت ولا دقيق وفي نفس الوقت لما بتبقى العجينة متماسكة بتديكي نتيجة حلوة جدا عجنت البتزة مفيش أسهل منها يا جماعة أهم حاجة بقى اللي انت تعجيني فيها كويس يعني أنا عجنت فيها كويس جدا لغاية لما تلمت كورة وبعدين حطت لها معلقة من السمنة البلدي بتخلي طعم العجينة تحفة وبعد لما حطت لها بقى معلقة من السمنة البلدي لقيتها العجينة إي طرية يعني نشفة شوية فقمت مزودالها نص كبير من المية تاني علشان إي تطريها بس برضو حواريكم من المسها الأخير أنا زي ما قلت لكم مش عايزها إي طرية حاسبها بقى تتعجن شوية لغاية لما تتلم والعجين بتاعي ينضف وحواريكم إزا مش ملزقة أول لما حشلها من العجين مش هتحستوا بقى اللي هي إي هتلاقيها بتمط لكن مش ملزقة العجينة يبسة معية شوية أو متماسكة شايفين كوام العجينة عامل إزا مش بتلزق في إيدي مجرد لما حلمها كورة وهتتلم من غير أي حاجة هجيب بقى شوية من الزيت كده وهحطهم في العجين وهسيبها بقى إيه تخمر طيب أخدت معي قد إيه مية أنا كنت بحط بالتدريج انت يبدأ إيه بكباتين من المية ولو يحتاج التاني حطي بقى ربع كبية بربع كبية هسيبها تخمر بقى وتعالوا نشوفها نعمل إيه بصوا بقى جبت طاستين هنا حطيت في كل واحدة شوية زيت معلقتين زيت وإيه ومعلقة صغيرة من السمنة تمام؟ تعالوا الأول نشتغل في الصلصة بتاعت البيت أنا مش هشتغل الاتنين مع بعض علشان إيه حاجة حاجة تعرفوه حطيت زي ما قلت لكم معلقتين من الزيت أو ربع كبية من الزيت على معلقة من السمنة البلدي عشان تديك يطعام حلو وأول لما سخنت نزلت بمعلقة كبيرة من الزعتر الزعتر اللي وردكم إيه الكيس بتاعه وقطعت قرنفلفل أحمر كده صبريسي وبعدين قمت نزلة بنقول مثلا إيه ثلاث معلق كبار من الصلصة الجهزة على ثلاث معلق كبار من الكاتشب ويدوبك اللي بدوم كده وهحط لهم نص كبية من المية وحبدأ بها أتبل الكلام ده بشوية ملح وشوية فلفل أسود وخلاص على كده ممكن تحطي معلقة صغيرة من إيه من الخل تمام؟ وفاصطين توم هي دي كده إيه الصلصة بنعملها صلصة كلها على البيئة يعني صلصة كلها حاجة يعني كاتشب على صلصة جهزة من غير ولا طماطم ولا أي حاجة بس أهم الحاجة بقى الزعتر وفاصطين التوم دول بيودوا الصلصة دي في حتة تانية خالص وهحط ملح وفلفل أسود وإيه وخلاص على كده سيبها بس تغلي غلوة كده وشوية المية اللي حطتهم علشان ما تبقاش إيه تسئيلة أو عشان أعرف أفردها على البيتزاية تبقى إيه كوامها ولا تسئيل ولا خفيف زي ما أنتم شايفين كده كده الصلصة معايا خلاص عايز أقول لكم البيتزا دي طالع منها بيزتين أردر والباقي بقى أنا قلت عمل إيه الباقي للولاد عايز أقول لكم أنا قلت لهم إيه شارطت عليهم هم ما عايزين يأكلوا بيتزا فأنا قلت لهم خلاص تمام ما فيش مشكلة بس كل واحد هيساهم في حاجة علشان إيه من العدية فطبعا شايفين ليه يعني ندفع عشان نعمل بيتزاتهم نحنا لو كنتوا عا تجيبوها منبرة كنتوا أكيد حتدفعوا فلوس فالمم إيه أنا بقى إيه قلت لهم لازم تساهموا في حاجة لازم نحسس ولادنا اللي كل حاجة بقت صعبة فلازم يشاركونا فاهميني مش قصدي لنا أخد منهم العدية بس أنا بقول لكم كده والله أنا بعمل كده مع ولادي المم تعالوا بس نرجع إيه للموضوع اللي أنا عملته ده وارجع لكم للكلام ده تاني حطيت بقى في الوق دوت معلقة سمنة وشوية زيت وبعدين نزلت بإيه ده نصف كيلو من البني أنا مقطعه زي الشوارمة كده زي ما انتم شفتوا أول لما السمنة والزيت غلى أو ساخن جامد قوي قمت نازلها إيه من ديها الفراخ صدمة وحطيت عليها شوية فلفل أسود وشوية ملح وشوية من إيه آآ من الكاري كي يعديها يعني ريحة حلوة وطعم حل وخلاص على كده وسبتها تتشوح كويس أهم حاجة ما تنزلش معاك يومية وبعدين هقطع عليها بقى بصل شرائح كده زي ما انتم شايفين أو جوانح وفلفل طبعا الخضائي بقى اللي انت تفضليه بصل وفلفل ألوان ستون أي حاجة بس أنا ما بفضلش أحط طماطم انت حابة تحط طماطم ما فيش مشكلة تمام؟ أنا حطيت فلفل وبصل بس دعالوا بقى نرجع للموضوع إلى الولاد فالمهم هم فرحوا اللي أنا هعمل لهم بذة فالمهم طبعا أنا مش عايز أقول لكم اللي أنا أخدت منهم العادية كلها بس أخدت منهم جزء علشان يعرفوا اللي فعلا الحاجة الدنيا صعبة وده في نفس الوقت بيعلمهم اللي يعني اللي مش كل حاجة بالسهل لازم يعرفوا الأب والأم بيتعبوا قد إيه يعني عايز أقول لكم يمكن الجيل ده كله أنا هتكلم عن نفسي مثلا يعني يمكن أنا وأنا لسه يعني يعني إحنا الجيل بتاعنا كان بيبقى حاسس ب activists بأهالينا أكتر من الجيل ده فعشان كده فبقول لكم يعني إيه لازم نحسسهم أو نشرقهم معانا في الوقت الصعب اللي إحنا فيه بس فأودوات إيه الفكرة يعني تعالوا بقى هنا إيه نبدأ نعمل إيه حطيت معلقتين كبار كده من الكاتشاب بعد لما كله تشوح مع بعضه وما تخليش بقى إيه البصل يثير قوي يعني يعني تزوجي علي النور لأ حاجة بسيطة كده هو الفلفل ومعلقتين كاتشف وتقلبتين وخلاص. تعالوا بقى نجهز الجبنة معي. انا معي كيلو من الجبنة المتزهلة وعليه نص كيلو من الجبنة الايه? التوركي او الرومي زي ما بتقولوا عليها المبشورة. فحطيت الاتنين على بعض وعملت ايه مكسيكين. هنا بقى جبت ايه صنية وحبدأ بقى شفته العجين بقى ما شاء الله مسافت لما عملت الشوارمة او الفراخ والسلسة كانت العجينة ما شاء الله بصوا. عالت ازاي وبقت بصوا تحفة. عايز اقول لكم الجو النغاردة رغيب. يعني تراب وصهد وحر. يعني الجو فعلا يعني اللي يعني ربنا يرحمنا. انا عايز اقول لكم من الناس اللي ما بحبش الصيف. خالص. آآ بتعب. بتعب كمان من وقفة المطبخ. يعني ربنا يرحمنا. المهم زي ما انتو شفتوا قطعت العجين زي ما انتو شفتوا على كم كورة قطعتهم خمس كور صغيرين. وقطعت واحدة كبيرة خلص. وحنشوف هنعمل فيها ايه. المهم يعني الكيلو العجين ممكن يطلع معاك على حسب مقاسة صانية. مثلا من آآ من سبعة لتمانية. لو المقاسة الصانية 24. لو اكبر هتقل معاك. المهم حابد ابي هجيب واحدة واحدة كده ايه وفردها. وهحطها في الصواني. طبعا الصواني اللي انا عاملها فيها عامل معظمهم الخمس صواني. كلهم معظمهم 24 مقاسة 24. وواحدة بس مقاس 28. اما الكورة الكبيرة ديت هنشوف هنعمل فيها ايه تاني دلوقتي. بعد بقى لما حفردها كده بالمريدانة طبعا بصي فرديها زي ما انتو حابة. كل ما تسيب العجينة كمان ترتاح معيكي كل ما تاخدي منها نتيجة حلوة ما تفضلش تمت منك. بتمت علشان انا يضبك قطعتها واشتغلت فيها على طول. هنا بقى اجبت الصينية بتاعتي وحبدأ بقى ايه احط فيها العجينة اه بعد لما فردتها وحسيبها بقى ايه على الجنب. حفرد كل الصواني وبعدين اشتغل فيهم كلهم مرة واحدة. انا ما بفضلش افرد واحدة واحدة واحط فيها الحاجة. لأ انا بخلص العجين كله في الصواني وبعدين ايه? اقوم بقى اللفة عليهم كلهم مرة واحدة بقى ايه بالصلصة والحشوة وكله. تمام? كده بقى خلصتني ادي صانيتين. تعالوا بقى نشوف الكرة الكبيرة. طبعا انا ما طولتش عليكم الفيديو اكتر من كده. وانا حفرت كل الصواني. هنا بقى دي الكرة الكبيرة اللي انا كنت سايبها حفرتها كبيرة جدا بس حفرتها مربعة. ليه بقى? علشان انا هعملها في صوق. لاني فعلا الصواني اللي عندي كلها كانت خلصت. فانا قلت رايح دي ما يغي يقلي خليني احط في صواني تاني واجيب صواني تاني. حطها في صوج وفي الاخر تتقطع وخلاص. سليزات كده. كل واحد كده كام سليز كده وخلاص. فده ايه الافضل يعني. بس طبعا بقى البتزة زي ما قلتلكم او زي ما لسه هقول اعملي فيها الحشوة اللي انت تفضليها يعني. مش شرط تحطي الحشوة اللي انا عملتها. ممكن جبنة وخضار. ممكن بواقي كنت سال افراخ وعندك سجر فرخة ولا حاجة بقية. اي حاجة بقية عندك في التلاجة بواقي جبن. يعني بصي لان فعلا هي اصلا مكلفة لان الجبنة الموت زي اللي عمتا بقت غالية جدا. وكمان لو بتجيبي نوع حلوة فبيبقى غالي. فعشان كده بقولك اي حشوة ممكن يعني تشتغل معك. بس اهم حاجة نوع الجبنة اللي انت بتستخدميه يبقى حلو. علشان ممكن نوع الجبنة يبقى وازلك كل حشوات. يعني عن تجربة يعني. هنا بقى فردتها في الصوق زي ما انتو شايفين. وحبدأ بقى اي نجيب بقى اول واحدة فردتها وحبدأ بقى اي احط فيها الحشوة. هنا بقى هجيب الصلصة اول حاجة. وقوم حطاها واي فرق موزعيها كده بس مش حاجة عند الحروف. عايز اقول لكم كمان انا ساعت كنت بفردها على ايدي كده عشان اعمل لها حروف. وساعت لقى يعني على حسب. وهحط بقى من فوق رشة من الجبنة كده عشان تمسك لي الحشوة وبعد كده بقى ايه? حقوم حط ايه? الحشوة الفراخ. عايز اقول لكم كان طعمها خطير. وبعد كده بقى حقوم مغطيها الوش بالجبنة وخلاص على كده. طبعا حشوة الفراخ فيها الفلفل والبصل. فعمش هزود خضار تاني فيها كل حاجة. الواحدة التانية هعملها بقى ايه بالبسترامة? هنا بقى بردو هحط زي ما انتو شفتو والسلسة وبعدين الجبنة. وبعدين بقى حط بقى خضار لان البسترامة طبعا ما بنحطهاش على النور ولا اي حاجة. كله نيف نيي كده. هحط بقى بصل وفلفل. حابة حطي زتون مفيش مشكلة. بس انا هنا ما حطتش زتون. ده ان ده بني انا على طلب العميلة. وحبدأ بقى حط كده زي ما انتو شفتو ايه بسترامة وحقفل الوش بايه بجبنة وخلص. عايزة بقى ايه اشكركم بجد على كومنتاتكم وكلامكم اللي انتو كتبتوهولي على الفيديو بتاع مبارح. بجد ربنا يجزيكم كل خير ويكبر بخطركم. بصوا ناس تيهمة قوي كتبتلي ان شاء الله الكني حتكبر ان شاء الله انت مكتهدة. يعني بجد والله مش عارف اقول لكم ايه على كلامكم ده. الف شكرا ليكم. انا مش طالبة بستغيل انتو تدعولي اللي ربنا هيكون. اكون انا من الناس اللي ربنا كتب لي التوفيق. طبعا انا عارفة اللي الكل مكتهد نصيب. بس ايه اكيد حد منكم اقرب الى الله يدعي لي دعوة تكون مستجابة ان شاء الله. فالحمد الله على كل شيء. تعالوا بقى هنا ايه نشوف بقى الصاج الاخير ده وتكملت حطت بقى الصلصة كلها اللي بقت معي وبعدين ايه حفرتها كلها. وايه وحطت بقى عليها الحشوة. الصاج الاخير ده انا هعمله بالصدق. شوحت كده صدق على النار مع بصلايا وفلفل وممكن تحطي زتون وايه وهحطه دلوقتي. وهنا بقى كان بقيت الفلفل والبصل حطيته عليها. وحاب ده انزل بقى ايه بالصدق اللي هنا عملته. تمام? وكده بقى ايه خلصت كل الحشوة. تعالوا بقى ايه نشوف هنسويها على درجة حرارة كم? البتزة بتدخل على اعلى درجة حرارة علشان ما ما تنشفش في الفرن لازم تدخليها على نار عالية جدا في الرف اللي في النص ما بتكملش عشر دقايق ربع ساعة ما بتوصلش لربع ساعة. وبصوا بتطلع رهيبة عشان كمان يعني كل ما بتسبيها في النار كل ما بتقليلي مطت الجبنة. فخلي الفرن بتاعك سخنة جدا تدخل على طول عشر دقايق هتلاقيها ايه احمرت وفي نفس الوقت ايه الجبنة بتمط معاك يعني بكل سهولة. هنا بقى الدولة انا كنت خلصتهم كلهم وسايبهم بقى على الايه التسويه. فانا ما كنتش هسويهم الا لما ايه وقت تسليم الاوردر ييجي. يعني قابليها بربع ساعة لشان تروح للعملة ايه? سخنة. هنا بقى حبدأ اسويهم وهوريكم بقى اللي طلع لاني طبعا انا ما سوتهمش كلهم مع بعض انا سوت آآ شوية وبعدين آآ شوية فاهمني. طيب لو انت زي مسلا ومش عايزة تسوي كله عايزة مسلا تلفي تحتفظ بحاجة في التلاجة لغاية تاني وما تعمل ايه? حد خليها الفرن بس تاخد ايه? نص سوى يعني مش يعني مش نص سوى. ليه دوباك ايه? اول لما تلاقيها بدأت يعني تعلى في الفرن او تبدأ دخلة في السوى يعني تطلعيها وتلف فيها بقى لما تبرد وتسبيها في التلاجة لتاني او تدخليها في التلاجة تلف فيها بستيتش وتدخليها التلاجة من غير ما تسوية. بصوا بقى اجبنا هنا. بس وده كان الفيديو بتاعنا واشوفكم فيديو جديد جديد.